لو تفتكر مباراة أرطا سولار لما الزمالك خسر بهدفين هناك أو الخسارة لفريق مصري من فريق جيبوتي بهدفين دون رد وجيه هنا في مباراة القياب ودخل فيه هدف مبكر الزمالك والزمالك عاد باربع أهداف كان لازم يكسب أربعة الهدف الرابع كان لحمزة المسلوسة هو اللي أنقذ الزمالك من الخروج المبكر جداً من الكونفيدرالية النهاردة هو رجل المباراة أداء ورجولة وإخلاص مفيش بعد كده اللاعب التونسي الدولي الرائع ده هو اللي كسب أوله الجزء الأكبر ما بين لعبي نادي الزمالك في الفوز بالكونفيدرالية هذا العام عشان بس نديله حقه مسلوسي ياما تعرض لانتقادات في بداياته مع نادي الزمالك وقت أن كان يلعب كظاهير أيمن لما راح كاسنتر باك قده بشكل رائع جداً وأصبح هو المدافع الأول في نادي الزمالك طبعاً في غياب الوينش يعني المسلوسي ويجي بعديه باقي المدافعين إيه ده؟ الروعة دي الروح دي السرعة دي القوة دي الزكاء ده حمز المسلوسي هذه بطولته الكونفيدرالية الأفريقية عن كل استحقاق وجدار فحبيت بس أتكلم على مسلوسي شوية طيب ترجمة نانسي قنقر